بإمكاننا ضرب واشنطن في العراق هكذا هي تصريحات المسؤولين الإيرانيين في خضم أزمة العقوبات الخانقة التي تعيشها طهران بحسب تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية التقرير الأمريكي صلت الضوء على حقيقة ثابتة منذ عام 2003 وهي أن العراق بات ساحة مفتوحة للصراع بين أمريكا وإيران من دون رادع يذكر وهو يضعف أكثر فأكثر كلما زادت حدة الصراع بين الطرفين ويشير التقرير إلى أن زعيم حزب الدعوة نوري المالكي ومنذ إعلان واشنطن ما سمته الانسحاب من العراق عام 2011 اعتمد المالكي بشكل كبير على إيران لضرب معارضيه في الداخل سياسيا وشعبيا ومنذ انتهاء التعاون الضمني بين طهران وواشنطن في أعقاب إعلان هزيمة تنظيم الدولة في العراق تحولت العلاقة بين الطرفين إلى مواجهة مفتوحة وإن لم تكن مباشرة فبالرغم من عدم تكافؤ القوة إلا أن النظام الإيراني يعول على وكلائه وحلفائه في المنطقة الخضراء لإلحاق الضرار بالمصالح الأمريكية مثل تشريع قانون في البرلمان يحد من مساحة انتشار الجيش الأمريكي في العراق أو ربما يخرجه إذ يؤكد مسؤولون إيرانيون أن العراق هو المكان الذي تتمتع فيه طهران بالخبرة والقدرة على ذلك بفضل أذرعها في مقابل قوة عسكرية أمريكية مدججة بالسلاح تتموضع في إحدى أكبر قواعد العراق العسكرية في صحراء الأنبر فالعراق فعليا هو المسرح المحتمل لمعارك سياسية وعسكرية من شأنها الإخلال بالتوازن الداخلي الهش أصلا وتعميق للطرابات الإقليمية